السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله كرأتنا جديدة وحصرية على قناتنا لموليد برج السرطان حبايب قلبي صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام كالطرف الاستغفار وفي الدعاء على شام بيغير القطة اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها كرأة جديدة كرأة حصرية اللايك التعليق الجميل اللي بتصليوا فيه على الحبيب وما تنسوش اللايك عشان من خلال اللايك بترفعوا الفيديو وبيوصل لأكبر عدد من المشاهدة ولو بتعانوا من سحر ولا قرين ولا تبيع ولا وسواس اكتبوا تم هبعت لكم لينك كناتنا التانية اللي عليها العلاج الشافي ونشوف مع بعض ايه الأخبار عندك يا برج السرطان ونشوف ايه التوقعات والتبشرات اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد خمول عندك حبة خمول حبة كسل حبة إرهاق أحلام زي ما قلتلك واجع في معدى مش عارف تاخد قرار عصبية زي ده عندك سحر مرشوش قدام باب بيتك وعشان كده وقت ما بتخطي عليه أول حاجة واجع في رجليك ومش عارف ايه السبب فياريت تخلي بالك من أشخاص ممكن يكونوا عايزين يكسروا نفسك في زيارة هنا إذا كان زيارة طبيب أو زيارة حد مريض أو زيارة حاجة حد انت ناوي تزوره الفترة دي والقرار اللي هتاخده بخصوص السفر ده هيكون قرار حاسم في حياتك وفي نفس الوقت ممكن يكون في عودة غايب لك ومن عودة الغايب دي هيكون فيه قعدة فيه كلام فيه عتاب فيه أمور فيها استجداد فيه حياة جديدة ممكن تشتغل عليها فيه مواضيع برضو ممكن تستجد عندك الله أعلم والحد المريض ده بإذن الله ربك هيش فيه الحال عندك بيتغير الحال عندك يعني فيه تغيير بتكسر الروتين بقدر المستطاع بتحاول تكسر الروتين أنت ما بتحبش اللي تنام فيه تصح فيه دي حاجة طبعا بتدايقك قوي وما أنت أصلا ما بتحبش كده وعشان كده بتحب التجديد بقدر المستطاع فأنت ممكن يكون عندك رجوع مع أبراج نارية في حياتك ممكن يكون فيه علاقة هترجع علاقة هتستجد مع أبراج نارية بس طول ما أنت هادي وعارف تاخد القرار الصح هتلاقي الدنيا جميلة عندك شخص هنا بيحب نفسه جدا شخص واسق في نفسه جدا مغرور أو أنت شايفه من وجهة نظرك مغرور يعني هو كده بتلاقيه بينازيه جدا بنفسه حابب الحياة بس أنت بتبصله كده بصت أنه هو فعلا مغرور فعلا متكبر يعني أنت مش فاهم هو عايز إيه ولا عارف تتعامل معاه إزاي بص هنا هنا لو هديت نفسك وهديت أعصابك وما بقتش تزعل على كل حاجة بتروح في حياتك هتلاقي الدنيا فيها تحسن وهتلاقي الحياة بدأت تتيسر قدامك وهتلاقي ببان النجاح بدأت تتفتح العوض قدامك ما تسمحش لحد أبدا أنه هو يظلمك عندك هنا التوكيع توكيع لصالحك إنت توكيع الله أعلم التوكيع ده إيه بس التوكيع ده هيكل لصالحك إنت ليه علشان إنت طال إنت زهارك صبرت كتير على أذى صبرت كتير على ظلم صبرت كتير على ناس بتحبها وما خدتش منها أي حاجة ادتهم بالعكس ووقفت جنبهم ما بقيتش تسيب حد أنت من المميزاتك أن أنت في وقت الشدة بتكون واقف جنبهم ومعاهم وبتساعد فيهم ما بتبخلش أبدا في يوم من الأيام على حد وعشان كده مريت بأزمة كبيرة بس على قد مريت بأزمات على قد ما هتعد بس في موضعين أنت حيران فيهم قرارين مهمين لازم تاخدهم القرارين دول مخليينك حيران ومخليينك ما عندكش قدرات أن أنت تشتغل انسى الماضي عشان عندك الماضي مؤلم ليك الماضي فيه ألم وألم كمان صعب يعني الماضي بتاعك عشت فيه فترة من اليأس عشت فيه فترة من الظلم عشت فيه فترة من الخداع فحاسس أن الدنيا ما فيهاش أي تحسن عندك ليه علشان خاطر الماضي عشت فيه فترة من الألم لا اهدى واتكر على ربنا وخليك واسق في نفسك واسق في قدراتك واسق في تحقيق هدفك علشان خاطر تقدر يعني تقدر تشتغل للأمام وتقدر تتقف عن نفسك وما تخليش أي حد ممكن في حياتك يعرف عنك حاجة عشان طول ما هم عارفين عنك حاجة طول ما هم دايما جايبين في سرتك وعشان كده انت مش عارف تربط الأحداث ببعضها في موضوع مهم في حياتك فانت عندك فرصة لقلبك هتسج في الحب من جديد أو هتعمل حاجة تخص الحب من جديد الله أعلم وهتشتغل عشان هتطلع من طاقة حسد وطاقة صح عندك هنا بشرة في قضاء حاجة لك الفترة دي وهتطلعك من التعب وطاقة التفكير الأيام دي ليه علشان فيه تغيير حال وفيه تبديل طربيزة من حزن لفرح بإذن الله علشان انت طال غيابة والفترة دي زعلت وزعلت قوي كمان من أشخاص من دمك ولحمك أو من أشخاص يعني مقربين لقلبك زعلت منهم قوي وما توقعتش في يوم من الأيام إنه يطلع منهم كل اللي هم بيعملوه حاليا بس هنا كمان عندك طاقة فرح والطاقة دي هتخرجك ممكن كمان يكون فيه اتصال تليفون هيتخليك مبسوط أو أنت مستني اتصال تليفون الاتصال التليفون اللي أنت مستنيه ده هيكون مكلمة مع حد عزيز على قلبك حد عزيز ليك أو حد أنت بتحب تتكلم معاه ممكن كمان بعد الخلاف اللي كان بينكم يبقى فيه قعدة جميلة لكم صلح ومور استجدال بس دايما نقول لكم إن أنتوا عندكم شخص ماشي في طريق مش طريقه دايما نقول لكم إن الشخص اللي عندكم ده بيعمل حاجات يريد تخلوا بالكم منه أنتوا نبهتوا كتير واتكلمتوا معاه كتير بس هو مش بيسمع الكلام أو مش عايز يسمع الكلام أو هو مصدوم يعني الله أعلم هو ماله بس هو فعلا نفسيته تعبانة وتعبانة جدا الفترة دي من أشخاص كتيرة جدا حواليه أو من أشخاص يعني سبب تعسته أو سبب همه اللي هو فيه وبيفكر كتير يريد تعرفوه إنه ما يمشيش في طريق أزم وما يمشيش وراء تنين أو ما تمشيش أنت وراء تنين ممكن يأذوكم يأذوكم أو يدايقوكم لا حاولوا تهدوا وحاولوا تبعدوا عن أي حد ممكن يكون متعمد يكسر بخاطركم الفترة دي علشان أنتو شايلين فوق الحمل حم شايلين فوق كتفكم كتف يعني شايلين حمل كبير على كتفكم فحان وقت إن أموركم تستجد حان وقت إن أنتم تركزوا وتشوفوا الأخبار اللي عندكم وتشتغلوا عليها وتمسكوا طرف الخير وبلاش الدموع بلاش كل ما تيجي تناموا دموعكم تنزل على حياتكم اللي ضاعت على ناس ما تستهلش هدوا أعصابكم مهما يروح وييجي الحياة سهلة وبسيطة بلاش تحسوا بالضغط النفسي وبلاش تقولوا إحنا فقدنا أعز الناس لينا كل حاجة لها حاجة اهدوا هدوا أعصابكم وبلاش الزعل اللي محاط ليكم خلوا بالكم بلاش الركض في تفكيركم وبلاش حالة اليأس والركود اللي في دماغكم 24 ساعة من الكلام اللي عمال يدور في تفكيرك أو في أمور عندك إن شاء الله الفترة اللي جاية هتكون عكس ما انت متخيل هتكون عكس ما انت حاطت في دماغك هتكون عكس ما انت منتظر من أشخاص معينية وبلاش دايما أقولك إن انت ما تتكلمش عن مالك ما تتكلمش عن فلوسك ما تتكلمش عن صحتك ما تتكلمش عن أي حاجة تخصك أنت شكليا جسديا ماديا أي حاجة معاك ما تتكلمش عنها علشان العيون مركزة عليك ودايما العيون اللي بتحسدك بتكون أقرب مليك اللي هم أكلين معاك عيش وملح اللي هم بصلك على كل حاجة في حياتك اللي هم مركزين معاك قوي الفترة دي فياريت تخلي بالك على قد ما تقدر وتكون حريص قوي الفترة دي من كلام من أمور من حاجات معينة حصلة معاك في حياتك أقدر أبشركم بأخبار حلوة جدا 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 أنتوا عايزين تسمعوها يمكن أنتوا دخلين الفيديو عشان تسمعوا الأخبار اللي شغل قبلكم اليومين دول أنت محتاج بس ترتاح شوية محتاج تاخد كده حبة راحة في نومك حبة راحة في أكلك حبة راحة في صحتك أنت محتاج بس تاخد شوية راحة أنت شغال على نفسك شغال في تفكير شغال في شغل زيادة عن اللزوم الله أعلم بس مرهك أنت اليومين دول حرفيا مرهك وشايل حملي كبير جدا فوق كدفك ليه علشان ماشي لوحدك في طريقك ما فيش حد معاك فيش حد بيساعدك ما فيش حد يوقف جنبك أنت لوحدك بتقميك أو بتقدر تعمل كل اللي أنت محتاجه وأجمل ما فيك أن أنت لما بتحط هدف قدامك مستحيل حاجة في الدنيا تقدر تخليك تستغنى عن الهدف بسهولة أو تبعد عنه فبسم الله ماشاء الله عليك لا بسم الله ماشاء الله عليك أنت هنا عندك نصرة حلوة جدا تخص مواضيع كتيرة جدا أنت شغال عليها وعندك عرض العرض ده ممكن يكون سفر ممكن يكون تغيير ممكن يكون طاقة عامة هتعوم على حياتك الله أعلم بس أنت الفترة دي شغال في حاجات كتيرة جدا فيه ناس بقى هنا أعضوا مرصودالك بتحاول تأذي فيك بتحاول تتكلم عليك بتحاول تجيب في سرتك بس أنت ملكش دعوة بحده خالص خليك تشتغل على نفسك يعني أنت الفترة دي حرفيا مطعون في قلبك مخدور من وراء ظهرك من واحدة ست ومن صحاب والست دي مستايباك في حالك عمالة تأذي فيك عمالة تلعب عليك في حاجات مدايقاك وخنقاك رغم ده كله رغم أنت عندك هدف حل وتحقيق حلو هتحققه الفترة اللي جاية عندك هنا شخص من الماضي ممكن يرجع لك الفترة دي أو ممكن يحاول يتكلم معاك الله أعلم بس هيبقى فيه كلام بينك وما بين حد من الماضي هيرجع لك الفترة دي شايل الهم شايل الحمل لوحدك شايل المسئولية والمسئولات بتاعتك بتزيد ومن أكتر الفترات اللي أنت حرفيا عندك واجع في جسمك غير طبيعي تنميلة بجسمك بينمل واجع في معدة واجع في مفاصل صدع مستمر من غير أي سبب ده كله بسبب العين الشديدة اللي عليك في حد ظلمك والحد اللي ظلمك ده هيكون عندك مواجهة معاه الفترة اللي جاية أنت سكتت كتير سكتت كتير عن حقك سكتت كتير عن ظلم سكتت كتير عن أهانة أقدر أقول أن أنت حمال أسية فمن هنا ورايح ما عادش تسكت تاني ما عادش بقى عندك طاقة أن أنت تستحمل الأشخاص اللي حواليك بدأت تحط نقط على حروف في حاجات كتيرة جدا حتى قبل ما تشتغل عليها بتفكر فيها فأنت الفترة دي عايز ترد كل الأزايا كل اللي خانة كل اللي قسر بخطرة يعني ما بقيتش زي الأول حاجات كتيرة جدا ناوي تشتغل عليها الأيام دي أنت فقد الأمان فقد الثقة بس عندك الشخص اللي هيجي لك إذا كان هيرجع لك أو إذا كان جديد أو إذا كان حد أنت تعرفه الله أعلم بس في حد في علاقة جديدة في حاجة تخص الحياة العاطفية هيبقى فيها أمور حلوة وعندك واحدة ست الست اللي هي عمالة تزن عليك عايزة تخرب بيتك أنصحك أن أنت ما تسمعش كلام حد وعمل طول اللي أنت عايزه مدام أنت بتفكر صح وشايف نفسك أنت الصح ما تسمعش كلام أي حد وابعد عن أي سكة فيها أو صديقة ليكي أو صديق ليك ابعده عن السكة جدي خالص اللقاء اللي عندك مع حد جبير عندك في السن هيكون لقاء في محكمة أو في شغل جديد أو في تغيرات حلوة تخصك أنت تخص الماديات بتاعتك تخص محكمة ورس الله أعلم بس أنت عندك طاقة تفرج وعندك هنا مواجهة والمواجهة دي هيكون فيها حلفان اليمين وممكن يكون فيه أخبار تخص حمل أخبار تخص حمل عندك طفل هيكون فيه طفل جديد بإذن الله بس في نفس الوقت أنت هيكون عندك حلفان اليمين يعني فيه حلفان المين حلف اليمين عندك أو أنت حلفت اليمين الله أعلم فيه عندك كلام يخص فيه أمور عندك بتستجد الفترة دي عندك أمور بتحاول أني أنت تشتغل عليها بقدر المستطاع فبسم الله ما شاء الله عليك أقدر أقول لك أني أنت هنا مهما تكون متخان أو يعني تعبت في الحياة الفترة دي اتأكد تماما أن كل حاجة لها حاجة معينة مهما تكون حاسس بطاقات اليأس أنت عندك طاقة إيجابية بس مين اللي بينك وما بينه علاقة من أبراج الترابية من الأبراج الترابية بينك وما بينه مشاكل ممكن يكون فيه رجوع أو الخلاف اللي بينكم إن شاء الله بإذن الله هيتحل بس بالصبر وبلاش أني أنت تمسك أول في حياتك عيش الحياة ببساطة رعيش الحياة بأمور مختلفة عندك هنا شخص ظلمك أو هانك أو جي عليك الشخص ده يعني أنت مش قادر تنسيه ولا قادر تبعد عنه معايز أقولك إنه في حد يخص حياتك العاطفية بيفكر فيك الفترة دي أو في كلام يخص حياتك العاطفية في كلام أنت مشتق لحد في حد مشتق لك في كلام بيخص العاطفة شغال عليك اليومين دول حرفيا أنت دايما مبدع في التقدم مبدع مبدع أني أنت تعرف تاخد خطوة لقدام في حياتك وعشان كده بسم الله ما شاء الله عليه عندك كلام يخص حياتك ممكن يكون عندك حد من الأبراج المائية أو الأبراج الهوائية موجود في حياتك الأبراج الهوائية عندك علاقة مع حد فيه بينكم انجزاب أو بينكم أمور بس مش عارفين تاخدوا خطوة بسبب الكلام أو مش عارفين ترجعوا المواضيع زي بعض في هنا بص طرف تالت الطرف التالت ده بيتدخل في كل حاجة تخص حياتك لا ما تخليش أي حد يعرف عندك حاجة الطرف التالت ده ما أرغوش حاجة غير هو يتدخل ومتدخل في خصوصياتك بشكل كبير جدا ودي حاجة مزعلك انت وعشان كده بتحاول ان انت تعيد ترتيبك في حساباتك تعيد حتى نظرتك للحياة وبالفعل انت عندك عودة غير اللي فاتت ما تقلعش مهما التغيير اتأخر عليك اتأكد ان ربنا بيرتب لك احسن حاجة انت نفسك تفرح انت عشت فترة من صدمات من فراء احبة ليك من فراء ناس انت حبتهم واللي كملت عندك بموت حد عزيز على قلبك فانت حس ان الدنيا سودت في الشكلة الدنيا بإذن الله هتبدأ تتفتح وهتوصل لهدفك طول ما انت واثق في قدراتك وواثق فربنا اوي انت عندك هنا دعم من شخص جديد ممكن يدخل حياتك او شخص يطلع من سجن او شخص يطلع من دي حد هيشفى من مرض الله وعلا بس في حد لسه هيدخل حياتك يعني او ممكن يطلع من المكان اللي هو فيه حاليا وان شاء الله بإذن الله الامور عندك هتتيسر وهيبقى عندك طقات حلوة هتجمع فيها مع من تحب لو عندك اهل الشريك اهل الشريك عندك ممكن يكونوا بيتدخلوا في مجالات لا تعني لهم شيء في مجالات ممكن يكونوا هم اصلا بيحبوا يتدخلوا انت اليومين دول تعبان من الشريك وتعبان من الزن اللي جاي ورا بعضه وانت دايما متقلق هنا بسم الله ما شاء الله عليك حد دايما بتدعيله وبتقول ان الشخص ده رزق انه موجود في حياتي بتقول ان الشخص ده فعلا حاجة كويسة جدا مهما بتخبط على الباب ويتقفل في وشك اتأكد ان لسه ربنا ما ارادش ان هو يتفتح قدامك لا اهدى وارجع خبطينك بس بالصبر وبالعقل اهدى وهدي اعصابك ما تحبطش وما تيقس اهدى هتلاقي الدنيا بدأت تتيسر معاك هتلاقي الحياة بدأت تحلو قدامك طول ما انت هادي وطول ما انت متأكلم بحياتك ان هيكون فيها نجاح وفيها استقرار نفسي انت عندك استقرار عاطفي الفترة اللي جاية مع الاشخاص اللي هيكونوا موجودين لسه في حياتك اهدى وهدي اعصابك قاعد وقافل على نفسك ببان او قافلين على نفسكم ببان مش عايزين تتكلموا مع حد ولا عايزين حد يكلمكم ليه عشان حاسين ان الطاقة بتاعتكم بتتسحب من كتر الكلام اللي بيتقال رغم ان انت هنا بدأت تترتب امورك بدأت تترتب حساباتك بدأت تترتب اه حاجات كتيرة جدا موجودة في حياتك ناوي تبدأ من جديد بسم الله ما شاء الله عليك هتكون محروص من العين اه عندك شخص هنا اه متعدد العلاقات اه بيعني ممكن يكون هو بيحب العلاقات الكتير اه بيحب الكلام كتير ياريت تتجنبوه خالص وتبعدو عن اي حد ممكن يقف في طريق نجاحكم عشان انتوا الفترة دي عايزين تحققوا عندك واحدة ست رفيعة الرفيعة دي وقفة ومرصودة في حياتك وبتحاول تأذيك من ورق ظهرك انت حرفيا بتحلم بكوابيس مزعجة في ناس بتغير منك غيرانين منك ليه من نجاحك بس انت هتكون متفوق وهتوصل لحاجة جديدة في حياتك او هقدر قولك ان انت هتوصل لمكانة جديدة في حياتك اه انت هتكون واسق من نفسك واسق من قدراتك اه عندك شراء حاجات جديدة في حياتك هدوم او تغيير عطب الله اعلم فانت حرفيا الفترة دي هيكون عندك شراء حاجات كتيرة جدا في حياتك عشان خاطر عشت فترة من القلق عشت فترة اه من اليأس عشت فترة من الظلم في حين وقت ان انت توازن افكارك وتبعد عن التشتت اه الست اللي عندك اه اه طويلة اللي انا قلت لك عليها اه الست دي اه شعرها طويل واسود وعيونها واسعة اه وعندها علامة في وشها دي اعدالك في حياتك مرصودة بتأذي فيك خلي بالك منها كون حريص عشان هي مهما تجيب سيرتك انت خليك في حالك وملكش دعوة بحد هنا انت عايز تروح لمحطة او عايز تروح لسفر الله اعلم رغم ان انت فوضت امرك لله بس انت عندك نجاح بإذن اللي وفي اتنين بيحاولوا يتكلموا عليك او يجيبوا في سرتك او يعني بيزبزبوا عليك من وراء ظهرك بس انت هتكون واسك من نفسك انت بس اليومين دول حرفيا حاسين بطربيط حاسين انت متربطين حاسين انت متكتفين حاسين ان انت العيون عليكم شديدة لدرجة انت بتصحوا من النوم مش قادرين تعملوا اي حاجة بس خلوا بالكم انت عملتوا حاجة غلط يعني خدتوا قرار غلط في وقت غلط يعني خدتوا قرار اه كلمتوا حد ما كانش ينفع تتكلموه عملتوا حاجة ما كانش ينفع تعملوها فعشان كده ندمانين على الحاجة اللي انت عملتوها وعشان كده ما كانت ليه علشان تعب ليه علشان اتظلمت ظلم كبير جدا في حياتك وعنيت اشد المعناء في حاجات تخص حياتك الفترة دي في اه ممكن كمان يكون عندك دخول محكمة اه او حد هتروح معاه في دخول محكمة اه في ورق هيخلص يخصك في امور هتستجد عندك اه في اشياء ناوي انت تعملها هتكون في نجاح باذن الله في حاجات كتيرة جدا انت حرفية ناوي تعملها في الخير انت ما بتعملش حاجة في الشر بس عشان كده هيكون عندك نجاح عندك فوز بنفسك وفي نجاح باذن الله هيبقى حلو اوي 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 ليه علشان النجاح ده هيكون نجاح عظيم لحياتك الفترة اللي جاية ومش كده وبس انت هتسق بنفسك وهتسق في القدراتك بشكل مختلف علشان تعبت وتظلمت من ناس كتيرة جدا الفترة دي من اشخاص بيتدخلوا في خصصياتك بيتدخلوا في حاجات ما تخصهمش ودايما متعمدين ان هما يأذوك متعمدين هما يكسروا بخطرة فلو انت محتاج حاجة ادعي ربنا ربك هيصخلك الاشخاص المناسبة اللي تدخل حياتك وتعوضك عن الفترة اللي جاية طول ما انت مستني يعني ما تستنداش حاجة من حد ليه علشان ما فيش حد بيدي حاجة لحد انتوا دايما متقلقين عشان كده هيكون عندك شراكة مع حد او اخبار تخص مديات هيكون عندك اخبار حلوة بس شيل ايدك من على خدك واشتغل وعافر هتلاقي الدنيا بدأت تتفتح ليه وتأكد ان ورق صبر جبر طول ما انت صبر طول ما ربنا هيجبر بخطرة وعندك لقاء مع حد كبير في السن خلي بالك زي ما قلتلك ان الفترة دي هيكون فيه لقاء فيه تجمع بينك وبين شخص وهيبقى في كلام بينكم وفي نفس الوقت عندك حد كبير في السن هيحكم بعدالة وهتاخد قرار حاسم والقرار دي هيكون مفاجأة ليك عشان هتقف على ارض صلبة والضغط اللي عندك من الشخص اللي في حياتك هتبعد عنه شوية وهيبقى عندك قدرة لتحسين الوضع الداخلي بتاعك المادي ممكن تكون انت بتشتغل شغلانتين او بقاعد بقدر المستطاع مستني حد من الشغل يرد عليك الله اعلم عايزك دايما تحزر من التصرع ما تتصرعش في اي حاج ولا في بعد عن حد ولا في سيبان حد ولا في حاجة معينة ممكن تأذيك لا اهدى وخلي بالك البومة او البومتين بمعنى اصح اللي موجودين في حياتك ومرصودين ليك في الدخلة وفي الطلعة وبيعرفوا انت بتعمليه بتتكلم ازاي بتجيبه سيبك منه ما تديش حد اهتمام في حياتك استفاد على قد ما تقدر من الفترة دي من الحزوز اللي حواليك ومن الدعم اللي هينطلق عليك في مشروع جديد والمشروع ده ممكن يكون سفر بداية جديدة لحياتك او لتحسين الوضع بتاعك طول ما انت هادي ومستقل بنفسك هتلاقي البيبان بدأت تتفتح هتلاقي الدنيا بدأت تتيسر هتلاقي حاجات كتيرة جدا مختلفة حاجة فاكدها الحاجة اللي فاكدها دي هيبقى فيه يعني الحاجة اللي انت ضاعة منك او فاكدها اذا كان شخص او اذا كان حاجة بتخصك انت شخصية هيبقى فيه اشارة خلال كام يوم لو مسكت الخيط بتاع الاشارة دي هتعرف مين اللي هتعرف عن الشخص اللي انت عايز تعرف عنه حاجة او هتعرف مين اللي اخد منك الحاجة الله واعلم بس انت عندك طرف خيط لازم تمسكه ولازم تحط ايدك عليه عشان طول ما احطت ايدك عليه طول ما انت هتكون هتكون كده حياتك مختلفة عشان هتعرف مين اللي بيسبب لك المشاكل اللي انت بتعاني منها او المشاكل بمعنى الصح اللي عملالك كل اللي في حياتك الفترة دي من ضغط من امور فان شاء الله باذن الله الفترة اللي جاية هتكون عكس ما انت فاكر وان شاء الله باذن الله الراحة والسعادة لحياتك القادمة